أشهد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالدعم الأمريكي السخي للشعب اليمني وأخرهما أعلنته من تعهدات في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023 بمبلغ 444 مليون دولار في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في مدينة جيريف السويسرية المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ حيث جرى تبادل وجهة النظر إذا عددا من المستجدات على الساحة الوطنية إضافة إلى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية كما تم التطرق إلى الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في بلادنا والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على ميليشيا الحوث الإرهابية وجدد الدكتور معين عبد الملك التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتحركات وجهود الأمم المتحدة لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي لافتان إلى أن أي حل شامل للوضع في بلادنا لا يمكن أن يكون ناجحا دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج وأهمية تكامل كافة الجهود باتجاه غاية واحدة وهو سلام عادل ومستدام استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا ومؤيدا دوليا وثمن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الدور الأمريكي الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في بلادنا والدفع بجهود إحلال السلام ودعمها المستمر للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية منوها بالموقف الأمريكي الذي عبر عنه وزير الخارجي أنطوني بلينكين في كلمته أمام مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن وتأكيده على أهمية استكمال المساعدات الإنسانية أيضا بدعم اقتصادي وتنموي من جانبه جدد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن مؤكدا الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية منوها بموقف الحكومة وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية والأممية والدولية